بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين سنة عظيمة جداً ومهجورة لا أعلمه أكثر من الناس صلاة ست رقعات بين المغرب والإشار هذه الصلاة لها مناقم لا تحصى جاء في قول الله سبحانه وتعالى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاءاً بما كانوا يعملون وجاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطعاً وأقهم وقيلة كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتنفلون بين المغرب والإشار ويصلون ست رقعات وجاء كما قال جملة المفسرين الإمام التبري الإمام بن كسير وغيرهم جاءت آثار حسان في ندب ست رقعات بين المغرب والإشار فالمقابة الأولى جاء كما قال ابن خزيمة وهو الكبار المحدثين فصحح هذا الحديث من صلى ست رقعات بين المغرب والإشار كنا كتبت له عبادة ثنتي عشرة سنة كنا كتبت له عبادة ثنتي عشرة سنة هذا الحديث صححه ابن خزيمة وكما قال جملة المفسرين جاءت آثار حسان في ندب ست رقعات بين المغرب والإشار وجاء مرفوعا إلى عبد الله بن عمر بن خطاد رضي الله عنه وقال من صلى أربعا بعد المغرب لم يتكلم بينهن رفعت له في عليين وكانك من أدرك ليلة القدري في المسجد الأخصى وكانت له أفضل عند الله سبحانه وتعالى من قيام نصف ليلة نظروا المناقب العظيمة فإذا تكتبوا لك يكتبوا لك إبادة ثنتي عشرة سنة كأنك صليت إتناشر سنة كاملة هذا لأن الصحابة الرضي الله عنهم كانت رؤوسهم تتساقل رحبا في النوم بين المغرب والإشار وده السبب اللي جعل رب العليم سبحانه وتعالى العشاء قريبة جدا من المغرب حتى من يريده أن ينام ينام لذلك هذه الفطرة تسمى فطرة الغفلة يخفر عنها كثير من الناس لذلك يتضاعف استواب فيها أضعافا كثيرة كما كان يسميها عبد الله بن مسعود فالمنقبة الأولى تأخذ عبادة ثنتي عشرة سنة المنقبة الثانية بإذن الله كما جاء عن عبد الله بن عمر بن خطاب مرفوعا بن صلى أربعا بعد المغرب طبعا أربعة دول غير الاتنين هناك رقعتان سنة سابتة أو سنة الراتبة بعد صوت المغرب الناس عسب كانوا يصلي ثنتي عشرة رقعة سنة راتبة كل يوم اتنين قبل الفجر أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر أو العكس اتنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء كله اتناشر فأنت تصلي رقعتين دول السنة السابتة ونزود عليهم أربعة وتستطيع أن تصلي الأربع رقعات متصلات للتيسير بمعنى أنك تصلي تقرأ الفاتحة وصورة صغيرة في رقعتين الأول ثم تقرأ الفاتحة فقط وتقرأ التشاهد الأوسط ثم تقوم وتقرأ الفاتحة فقط ولا تقرأ معها صورة صغيرة كأنك تصلي زهرنا عصر أربع رقعات متصلات للتيسير مع رقعتين حلوانهم توحسنة المغرب بما أنت كده تصليت ستة وستحصل كل هذه المناقب العظيمة المرقبة الأولى يكتب لك عبادة ثنت عشرة سنة المرقبة الثانية ترفع هذه الصلاة في علين كما قال عصر صلى أربعا بعد المغرب لم يتكلم بينهن حاول أن لا تتكلم إلا لضرورة حتى تكون العبادة متصلة يعني لا يفصل بين صلاة المغرب وهذه العبادة إلا ذكرك لله سبحانه وتعالى فقط فقط لكن لا تمزح لا تلهو لا تضحك لا تتكلم إلا لضرورة ثم تصلي هذه أربع رقعات وتستطيع أن تصليها متصلات كما قلنا فمن صلى كما جعل عبد الله بن عمر المخطاب من صلى أربعا بعد المغرب لم يتكلم بينهن وفعت له في علين علين هذه أعظم درجة أو أعلى درجة في الجنة بعد درجة الأنبياء في الفردوس الأعلى كأنها ترفع لك في هذا المكان وتشهد لك يوم القيامة وكانك من أدرك ليلة القدري في المسجد الأخصى تستور هذا الصحاب العظيم يكتب لك أكثر من قيام نصف ليلة هذه مقابة الرابعة يعني تلتل ليلة تلتربع ليلة لأن هذه الفطرة كانت الصحابة تتتاقر رؤوسهم رهبا في النوم وقالوا علماء أن هذه تخفف عنك حزبك في السورس الأخير من الليل بمعنى لو أنت لا تضعش الصحابة في السورس الأخير من الليل هذه الست رقعات تعودك كثيرا لأنها فيها ثواب عظيم المقابة الرابعة جاء أيضا منصلى أربعا بعد المغرب بنى الله له وبنى له قصران عظيمان في الجنة بينهما مسيرة مئة عام فيهما من الثمر لو أكل منه أهل المشرقي والمغربي لأوسعهم زدت من مراسح في الجنة زيادة عظيمة جدا وفيها من الثمر هذه القصران عظيمان المقابة الخامسة أو السادسة جاء من صلى هذه الست رقعات غفرت له ظنوب خمسين سنة والملقبة التالية جاء أيضا من صلى هذه الست رقعات شافع له ملكان ومنقبة السامنة هو منقبة عظيمة جدا المتنفل أو من صلى هذه الست رقعات بين المغرب وبعشاء كان كالمعقب غزوة بعد غزوة يعني كتأخذ أقرب مجاهدين في سبيل الله الذي يذهب ليغزوة في سبيل الله ثم يعود ثم لا يلبس لا يلبس أن يزهب مرة أخرى ثم يرجع كالمعقب غزوة بعد غزوة يعني كالمجاهد في سبيل الله وليس بغزوة واحدة ولكن كالذي يذهب ويرجع هذه الفطرة أيضا فطرة مباركة واستجاب فيها الدعاء لذلك استجيب الرسالة والسلام وأبشر بأن فاطمة رضي الله عنها فاطمة الزهراء هي سيدة النساء العالمين فهذه الفطرة لذلك هذه الصلاة كان يصليها كبار الصحابة رضي عنهم من عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن عاص ومن التابعين شرائحي القاضي وسعيد النجبيل وغيرهم من التابعين سأل ست رقعات هذه غفرة ظنوبك لو كانت مثل زبد البحر غفرة ظنوبك فمراقب لا تحصل أولا تأخذ تأخذ عبادة سنت عشرة سنة ترفع هذه الصلاة في إليين في أعلى ضربات الجنة وتشفع عليك يوم القيامة وتكون سببا لأنها تشفع عليك إذا وفعت في إليين المقابة الثالثة تكونك من أدرك ليلة القادري في مسجد الأخصى المقابة الرابعة تأخذ خيام أكثر من خيام نصف ليلة هذا ثواب عظيم يبقى أنت لو صليت العيشة في الجامعة وصليت السترقعات دول يبقى أن تتبلك أكثر من خيام ليلة كم المقابة التالية تكونك المعقب غزوة بعد غزوة يبنى لك خسران عظيمان في الجنة يشفع عليك ملكان الروايات تخفر لك ذنوب خمسين سنة كل هذه الأحاديث جمعها الإمام الشوكاني في كتابه ليلة الأوطار نقلة من كتب المفسرين وأيضا تكون المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى غزوة بعد غزوة فهذه بعض المناقب التي لا تحصى ونكب مناقب أخرى ربما أنا نسيتها فحكرة لكم الكلام ده تحت في فيديو سخون شروح ونشوئات العيمة في طواب العظيم كنا نواظب على هذه الستة رقعات واظب على ستة رقعات صلي رقعتين النفل بعد المغرب وعلي صلي أربعة متصلات بنية الفوز بكل هذه المناقب العظيمة سأكتبقوا كلام ده كله تحت فيهدن سخون شروح ونشوئات العمين في ثواب العظيم والعلم علما في النهاء أجرم عامي بي يوم القيامة إلان قوزاك من المشايد تشوش شبعي الجرس في الشكل قناة أصلاحكم كل جديد وساعدوني عشر الصنة اللوية أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم